تحذير النفسي لشهادة الباكالوريا فلا بد أن تبدأ التحذيرات النفسية من بداية السنة. من دخول السنة عندما يدخل الطالب إلى الثانوية فالأسبوع الأول يأخذ البرنامج يأخذ على كل حال كل ما هو جادير به. ويمكننا القول تحذير النفسي كيف يكون؟ هو أول مو قبل كل شيء انطلاقة تكون بانطلاقة إرادية. هذه الإرادة كيف تكون؟ تكون على أساس أنه يفكر وعلى أساس أنه يستعيب كل المواد وليس المادة التي فيها المعامل أكثر فقط. وأنه أمامه المشروع يدير كل المواد بحاجة إليها. لا أستطيع أن نأخذ المادة التي يراني مختص فيها لكي نجيب فيها نقطة عالم مميزة والآخرين نجعلهم لا يهمونيش. وهذا هو الخطأ لأن التحذير النفسي كيف يكون؟ يكون على أساس مبدأ أساسي هذا المبدأ يتمثل في الإرادة ويتمثل في الحاجة الأولى في الاستيعاب والإدراك وكذلك.